ثمانيته ألاف دولار سرقة تعرض لها أحد مركز التجميل بمنطقة المنصور في بغداد على يد عاملة أفريقية جمعت المال وحاجيتها ولاذت بالفرار أنا صاحبة مركز تجميل بالمنصور نسرق من عندي مبلغ بقيمة 8000 دولار عن طريق العاملة الأوغندية مالتي اللي شارت تشتغل ويايا بسرعة طلعت من المركز حتى غراضها ما أخذتها مجرد أخذت الفلوس والموبايل وطلعت تركض من المكان حتى ما طلعت من الباب الرئيسي طلعت من الباب الثاني مالت العمارة طبعا أنا دورت عليها بكل المنصور حتى نشرت صورها بالقروبات قلت بل كت أحد شافها أحد يوصلني إليها بس ما لقيتهم ويستغرب مواطنون صمت وزارة الداخلية التي من المفترض بأنها تتحمل مسؤولية العمال الأجانب بشكل كامل أبو الشركة يقول أني وين علاقة بها طلعوا أنتوا دورة عليها زين هنا دور وزارة الداخلية وين الدولة وين يعني لا حسيب لا رقيب بدي يفوتون هاي أعداد الهائلة ودي يطلعون ويتمشون ويفترون ويسوون هاي الجرائم مو بس بالمركز هذا بوايا مراكز وبيوت الدور وين دور وزارة الداخلية هنا وين الدولة وين وسجلت بغداد وحدها العشرات من حوادث السرقة والاعتداء من قبل عاملات أجنبيات يعملن داخل المنازل والسالونات وسط دعوات بمراقبة العمالة وإيقاف إدخالهم بعد أن وصل العدد لأكثر من مليون عامل في العراق من بغداد شاموزيم السومرية